وفي شان آخر كثفت تونس التعزيزات والوحادات الأمنية بمختلف تشكيلاتها المتمركزة على طول الرسم الحدودي الفصل بين تونس وليبيا تتزمن الاستعدادات الأمنية تونسية مع تحرير الجيش الوطني لمدينة ذرنة وهروب أعداد كبيرة من المجموعات الإرهابية التي كانت متمركزة داخل المدينة نحو عدة اتجاهات وتخوفا من تسلل هذه العناصر إلى الأراضي التونسية وأوضح مصدر أمني لذاعة جوهر أفهم التونسية أن الوضع الأمني مستقر وتحت السيطرة ولم يتم حتى هذه الساعة ملاحظة أي تحركات مشبوهة على امتداد الحدود داخل الأراضي الليبية